بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد عزاء الطلاب أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح الفيسيولوجي لجميع كليات الطب حول العالم وتحديدا نحن ندرس فيسيولوجيا الدم أو البلد فيسيولوجي هذه هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله وهي نهاية الجزء الأول من البلد سوف نتكلم فيها عن مرض مهم جدا 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 ومنتشر أيضا وهو الأنيمية أو مرض فقر الدم فهذه الملزمة كالعادة تجدونها في قناة التليجرام ونحن بدأنا في الحلقات السابقة في هذا الكورس بدأنا بالإنترودكشن تهينا منها ومن ثم البلازما بروتينز وكريات الدم الحمراء وعملية تصنيع كريات الدم الحمراء الآن سوف نتكلم عن مرض الأنيمية أو مرض فقر الدم أيضا يوجد لدينا مرض البوليسايثيميا سوف نذكره لكنه بسيط جدا فسوف ننهي الجزء الأول من البلد ومن ثم نبدأ في الجزء الثاني على بركة الله في حلقات قادمة إن شاء الله وسوف نحل الأمسكي في نهاية هذه الحلقة التي تخص موضوع اليوم وهو الأنيمية فلنبدأ على بركة الله سوف نستخدم في الشرح هذين الصفحتين من الملزمة كما تلاحظون في الصفحة الأولى نريد أن نعرف تعريف الأنيمية أو تعريف مرض فقر الدم وكذلك تقسيماته فالأنيمية تنقسم إلى عدة أنواع وكل نوع مصاحب له بعض الأسباب التي تسببه لذلك سوف نعرفها بهذه التقسيمة سوف نعرف أسباب الأنيمية وأيضا كما تلاحظون كل نوع نريد أن نعرف بعض المميزات عن خلايا الدم الحمراء فيه وما هي الأسباب التي تسببه لقد وجدت أن الخريطة الذهنية هي أفضل طريقة لتلخيص أسباب الأنيمية وذلك أن فيها تفرعات عديدة كما تلاحظون لذلك في هذه الخريطة سوف تصبح سهلة جدا وفي الصفحة الثانية لدينا البوليسايثيميا هذا موضوع لوحده وهو عكس الأنيمية وليس له إلا هذه التفاصيل القليلة كما تلاحظون ومن ثم هذه أسباب أخرى تسبب الأنيمية موجودة في هذه الخريطة هنا لكن شرحها تفصيلا في هذا الجدول وهذه الصور التي تستخدم للتوضيح لذلك لنبدأ على بركة الله بتعريف الأنيمية ما هو الأنيمية؟ الأنيمية هي فقر الدم ولكن فقر الدم يعني فقر الأكسوجين فقر قدرة الدم على توصيل الأكسوجين إلى كافة خلايا الجسم لذلك نقول Decrease أي نقص Oxygen Carrying Capacity Capacity هي قدرة وكارينغ الحمل أو الحملية والأكسوجين فالقدرة الحملية للأكسوجين تقل في الجسم فلا يستطيع الجسم توصيل الأكسوجين إلى كافة أنحاء الجسم فتسمى أنيمية وأي بمعنى لا إيمية بمعنى الدم فأنيمية لا دم أو فقر الدم فماذا عن أسبابه؟ السبب في عدم توصيل الأكسوجين إلى كافة أنحاء الجسم أما أن يكون عدد كريات الدم الحمراء قليلا Decrease the number of RBCs ويأمر أن يكون كمية الهيموغلوبين قليلة وأما إثنى هما ومن الممكن أنهم كلا السببين يكونان يؤديان إلى نقص أو فقر الدم فنقص كمية الهيموغلوبين ونقص عدد كريات الدم الحمراء كما تلاحظون يوجد فرق بين كريات الدم الحمراء في الذكر والعنثى لذلك هذه الأرقام تحفظ مبدئيا لو كان عدد كريات الدم الحمراء أقل من 4.5 في الميل تعتبر أنيميا قلنا أن العدد الطبيعي هو 5.2 ف4.5 فما دون تعتبر أنيميا بالنسبة للفيميل ف3.9 فما دون تعتبر أنيميا قلنا أن العدد الطبيعي للفيميل كان 4.8 طبعا هذا الكلام مليون أما بالنسبة للهيموغلوبين فأقل من 13.5 جرام بر دي سي ليتر في الميل وأقل من 11.5 جرام بر دي سي ليتر في الفيميل والطبيعي كان من 15 إلى 16 في الميل ومن 13 إلى 14 في الفيميل جيد هذه الأرقام تحفظ أما بالنسبة للأسباب أو الأنواع يوجد ثلاث أنواع أساسية في الأنيميا جميعها تعتمد على فكرة هذه الصورة الواضحة أمامكم كما تلاحظون هذه الخلية حجمها طبيعي هذه حجمها صغير وهذه حجمها عملاق هذه تحتوي على هيموغلوبين طبيعي أما هذه فيكون هيموغلوبين قليلا لأن حجمها حجم هذه الخلية صغير فبالتالي أكيد أن كمية هيموغلوبين تكون أقل جيد فهذه ثلاث أنواع عندما نتكلم عن نوع الأنيميا أولا نعلق على حجم حجم الكرية الدم الحمراء وثانيا نعلق على حجم الصبغة جيد الصبغة تسمى كروم كروم بمعنى صبغة ويقصد فيها هيموغلوبين لذلك عندما نقول النوع الأول يسمى نورمو ونورمو تأتي من كلمة نورمل طبيعي ستك أي أن حجمه كرية الدم الحمراء طبيعي نورمو نورمل فإذا أقول نورمو ستك النوع الثاني يكون مايكرو ستك أي صغيرة الحجم وهي هذه النوع الثالث يكون ماكرو ستك أي كبير الحجم وهو هذا طبعا ماكرو ستك لها اسم آخر وهو ميغالوبلاستيك ميغالوبلاستيك أيضا تعني كريات الدم الحمراء كبيرة الحجم جيد فهذا بالنسبة للحجم فماذا عن الصبغة الهيموغلوبين أولا نقول نورمو كروميك نورمو كروميك أي أن كمية الهيموغلوبين فيها طبيعية ونقول هايبو كروميك أي كمية الهيموغلوبين فيها قليلة وهي في المايكرو سايت جيد فهذه النوعان الخاصة إذن لدينا نورمو ستك نورمو كروميك أنيمية ولدينا مايكرو ستك هايبو كروميك أنيمية ولدينا ماكرو ستك أو ميغالوبلاستيك أنيمية هذا بالنسبة للأسماء فماذا عن الصفات أولا في جميعها يقل عدد كريات الدم الحمراء فبالنسبة للعدد النمبر يقل في جميع هذه الأنواع ديكريس نمبر انظروا ديكريس نمبر ديكريس نمبر و ديكريس نمبر جيد إذن كعدد كعدد ماذا نقول نقول ديكريس نمبر in all of these types نقطة أخرى وهي الحجم لكن علميا هناك مصطلح يطلق على الحجم لكورية الدم الحمراء وهو المسي في المسي في اختصار لجملة تسمى مين كورباسكولر فوليوم كورباسكولر أي كروي وفوليوم أي حجم والمين العام فحجم كورية الدم الحمراء العام أو المعدل حجمها في الدم يسمى مين كورباسكولر فوليوم فلو قدينا نتكلم عنه ما رأيكم في النورمو شتك هي من اسمها نورمو نورمال سايدز فبالتالي يكون نورمال أم سي في مين كورباسكولر فوليوم أي الحجم العام يكون طبيعي أما هذه فهي أصلا صغيرة فبالتالي بالطبع سوف يقل حجم الام سي في أو المين كورباسكولر فوليوم فهذه أما الأخيرة فهي كبيرة فبالطبع سوف يزيد المين كورباسكولر فوليوم حجمها يصبح أكبر هذا طبيعي لكن هناك قانون يستخدم لمعرفة الحجم العام لكورية الدم الحمراء هذا القانون يعتمد على الهيماتو كوريد فاليو على عدد الRBCs الRBCs count والهيماتو كوريد فاليو وهو أخذناه مسبقا يعني عدد كوريات الدم الحمراء مقارنة بالدم جيد فنقسم هذين النسبتين طبعا له مصطلح آخر وهو BCV أو Backed Cell Volume جيد فنقسم لنكتبه Backed Cell Volume فنقسم واحدا على آخر وهم ثم نضرب في عشرة لأن هذا يكون بالنسبة ويخرج لنا الرقم ما بين 80 إلى 95 unit تكعيد فبالتالي 80 إلى 95 هذا الرقم هو الطبيعي حجم كوريات الدم الحمراء الطبيعي لو زاد عن 95 ستعتبر كبيرة ولو قل عن 80 ستعتبر صغيرة نذهب إلى النوع الثاني لنلاحظ أنه أقل من 80 لذلك قلنا صغيرة فهي أقل من 80 unit تكعيد أما بالنسبة للنوع الأخير فهو أكثر من 95 فبالتالي قلنا أنه حجمه كبير الأمر بسيط جدا الآن نتكلم عن نقطة أخيرة وهي الميل كوربسكولر هيموغلوبين قبل قليل قلنا قلنا من كوربسكولر فوليوم هذا يعتمد على كوربسكولر دم الحمراء لكن من كوربسكولر هيموغلوبين يعتمد على الهيموغلوبين ونحسبه بالطريقة الآتية سوف نقول كمية الهيموغلوبين أو الهيموغلوبين على عدد الRBCs يعني كم هو متوزع على عدد الRBCs ومن ثم نضرب في عشرة يجب أن يكون الرقم من 25 إلى 32 بيكوغرام هذا هو الطبيعي جيد هذا هو الطبيعي فلو قل عن ذلك يقل الMCH لو زاد عن ذلك يزيد الMCH هنا بما أن كوريات الدم الحمراء في المايكروستيك أنيمية تكون صغيرة الحجم فبالتالي بالطبع سوف يكون كمية الهيموغلوبين فيها قليلة لذلك بالطبع سوف يقل الMCH عن 25 وهو الحد الأدنى يقل عن 25 بيكوغرام جيد إذن الآن عرفنا باختصار شديد صفات كل من هذه الأنيمية قلنا الأولى يكون حجمها طبيعي وكمية الصبغة فيها طبيعية الثانية المايكروستيك يكون حجمها صغيرا وكمية الصبغة صغيرة أما المايكروستيك فيكون حجمها كبيرا وجميعها يقل عددها نتكلم عن الأسباب نبدأ بالأسباب القليلة السهلة ومن ثم ننتقل إلى هذا التفصيل المايكروستيك أخذنا مسبقا في الحلقة السابقة أن الآيرون نقص الآيرون أو الآيرون ديفيشنسي يؤدي إلى مايكروستيك أنيمية واليوم سوف نأخذ مرضا جديدا يسمى ثالاسيمية سوف نشرحه بعد قليل إذن الآيرون ديفيشنسي والثالاسيمية يؤدي إلى مايكروستيك أنيمية أما بالنسبة للمايكروستيك الحجم الكبير أخذنا في الحلقة ما قبل السابقة في الفيتامين بي 12 والفوليك أسد نقصهما كليهما يؤدي إلى المايكروستيك أنيمية تصبح خلايا الدم الحمراء كبيرة ومشوهة جيد هذا كان بالنسبة للمايكروستيك هايبوكروميك أنيمية والمايكروستيك أو ميغالوبلاستيك أنيمية نتكلم عن الأسباب التي قد تؤدي إلى نقص كريات الدم الحمراء مع العلم أن كريات الدم الحمراء لا يوجد فيها مشكلة طبيعية الحجم وطبيعية الهيموكروبين لكن حدث نقص في عددها بالشكل الكبير أدى إلى حصول فقر في الدم طبعا وهذا يدعو إلى التساؤل أو ليس التساؤل إنما تفكير قليل في هذه الحالات يأما أن يكون مشكلة لديك مشكلة في أحد العناصر التي يؤدي هذه المشكلة إلى حصول تشوه في كريات الدم الحمراء أما هنا فأيضا نقص في العناصر الغذائية أدى إلى حصول تشوه لكن هنا الحجم الطبيعي حجمها طبيعي لكن هناك أسباب أخرى أدت إلى النقص ما هي هذه الأسباب سوف نرى الآن طبعا الأسباب تتقسم سوف أمروا على العناوين ومن ثم أشرح كل منها تنقسم إلى هيموروجيك أسباب نزيفية وأبلاستيك أنيميا مشكلة في نخاع العظم وهيمولاتيك هيمولاتيك أي تحليلية زيادة للتكسير العام لكريات الدم الحمراء داخل الجسم هذا التكسير هذا التحليل يكون إما إكسترنسيك من خارج الجسم وإما إنترنسيك يعني وراثي أو خلل جيني فبالنسبة للإكسترنسيك لدينا الكثير من الخيارات كالأدوية البكتيريا وغيرها سوف نشرحها الآن والإنترنسيك لدينا مجموعة أمراض سنتكلم عنها الآن ومن ثم نفصلها في هذه الصفحة نبدأ بأول نقطة لدينا وهي النزف بالطبع لو حصل النزف في الجسم الإنسان سوف يفقد الدم فبالتالي ستصبح عنده فقر دم هذا النزف عادة ما يكون بسبب حادث معين يكون أكيوت حاد يعني بسرعة حدث وسدن مفاجئ وربط سريع الخسران للدم طبعا هناك معلومة بسيطة هنا يقول لك أن الجسم قادر على إعادة تكوين الدم ولكن الدم يتكون من جزئين البلازما والربيسيز فالبلازما يستطيع الجسم تكوينها خلال يومان بينما الربيسيز من 4 إلى 8 ويكس حتى يستطيع تكوينها فبالتالي عندما يكون البلازما في البداية فقط من دون الربيسيز سوف يكون الدم فيه سائل أكثر أكث أكثر من الخلايا فبالتالي يكون يكون الدم مخففا جيد فهذه معلومة بسيطة ربما تأتي في الامسي كيو أو لا هي بسيطة جدا النقطة الثانية هي الأبلاستيك أنيمية الأبلاستيك أنيمية أخذناها مسبقا وهي حدوث bone marrow depression يعني ضعف في البون مرو أو نخاع العظم هذا الضعف أدى إلى نقص تكوين جميع أنواع الخلايا جميع أنواع الخلايا يقل تكوينها all blood cells البيضاء والبلايتلس وغيرها بسبب bone marrow depression جيد هذه الأبلاستيك أنيمية وقد يكون bone marrow depression بسبب دواء معين بسبب مشكلة جينية معينة هناك كثير من الأسباب الهيمولاتيك أنيمية الهيمولاتيك أنيمية هي مثل ما قلت لكم هي زيادة التكسير لكوريا تدام الحمراء وعادة ما يحدث معها جندس جندس أي الصفرة بالعربي هي الصفرة كما تلاحظون هنا هذا الطفل يعاني من الصفرة حيث أن السكليرة أو المادة البيضاء الجزء الأبيض من العين يكون باللون الأصفر وهذا بسبب مشكلة عادة ما تكون لها علاقة بالكبد لكن في هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي ليس لها علاقة في الكبد بسبب تكسير كريات الدم الحمراء من ما أدى إلى خروج مادة تسمى البليروبين شرحناها مسبقا هذا البليروبين عندما يزيد في الجسم يؤدي إلى الصفراء فعادة الهيمولاتيك تأتي معها جندس والآن نتكلم عن أسباب الهيمولاتيك قد تكون أسباب خارجية extrinsic disorder أو خلل داخلي intrinsic disorder ماذا عن الخارجية الخارجية تنقسم يأما أن يكون bacteria toxin يعني سم بكتيري يأما أن يكون drug يعني دواء معين يأما أن يكون chemicals أي مواد كيميائية وأيضا ينجد incompatible blood transfusion يعني عملية نقل دم خاضعة أخطأ في فصيلة الدم فهذا أيضا يؤدي إلى تكسير كريات الدم الحمراء عن طريق خروج الأجسام المضادة يوجد موضوع يسمى الerythroblastosis fetalis ما هو هذا هو حدوث مشكلة في العامل الريسي أدى إلى تكسير خلايا الدم الحمراء في الجنين كيف حدث الأمر ببساطة يوجد هناك rh factor rh factor يسمى بالعربي العامل الريسي وهو يكون يأما موجبا يأما سالبا حسب الشخص فإذا تزود رجل موجب من امرأة سالب عندما تلد الامرأة عندما تحمل الامرأة بجنين ويكون هذا الجنين موجب يكون موجب فبعد أن يولد الطفل سوف يتسرب من دم الجنين إلى دم الأنثى يختل ضد دم فبالتالي هذا الدم الموجب يحتوي على antigens antigens بينما الدم الخاص بالمرأة سوف يستقبل هذه الانتجين ومن ثم يكون أجسام مضادة لهذه الانتجين لأنها متعاكسة بالإشارة واحدة موجبة والثاني سالب فبالتالي سوف يكون تكون المرأة أجسام مضادة للانتجين الطفل الأول سوف يعدي يعني سوف يعيش ولا مشكلة فيه لأنه الجسم الخاص بالمرأة لم يكون الأجسام المضادة بعد إلا بعد أن تعرض لدم الطفل وحصل على الإعاز كون أجسام مضادة نلاحظ هنا في هذه المرحلة هذه الخضراء هي الأجسام المضادة المتكونة بسبب الانتجين الخاصة من الطفل الأول فالآن المرأة تحتوي على أجسام مضادة في دمها في أي وقت تحدث حمل سوف يهاجم هذه الأجسام مضادة الحمل إذا كان إذا كان الحمل الثاني أيضا موجب هذا الطفل سوف يؤدي ذلك إلى هجوم الأجسام المضادة الخاصة بالمرأة على الكريات الدم الحمراء الخاصة بالجنين وتكسيرها بالكامل وهذه العملية تسمى بـ وقد يموت الجنين ويوجد أكيد علاج لهذه المسألة نتكلم عن سوف نذكر العناوين فقط لأن شرحها سيأتي علينا بعد قليل هنا أسباب داخلية كالسيكل سيل أنيميا وهي الأنيميا فقر الدم المنجلي تكون كل هذه الدم الحمراء منجلية الشكل الجي سكس سي بي جي أو الجلوكوس سيكس فوسفيت ديهايدروجينيز انزايم ديفيشنسي سوف نشرحه الآن والهيردوتري سفيروسايتوسيز تصبح الخلايا مكورة وليست ديسك شيب كما فيها الطبيعي إذن هذا كان بالنسبة للأنيميا كتعريف وكأنواع قلنا أن الأنيميا هي نقص قدرة الدم على نقل الأكسوجين وأسبابه يا أما نقص عدد الأربيسيز يا أما نقص الهيموغلوب وهذه الأرقام تحفظ وقلنا أنها أنواع يا أما تكون طبيعية الحجم والصبغة نورموكروميك أو صغيرة مايكروستيك هايبوكروميك أو كبيرة ماكروستيك وقلنا أنها في جميع الأحوال تكون قليلة الحجم قليلة العدد العفوان وهناك المينكروباسكولار فوليوم وهو حجم كرة الدم الحمراء والأم سي أتش وهو حجم الهيموغلوبين وقلنا أن النسبة الطبيعية لحجم كرة الدم حمراء من ثماني إلى خمسة وتسعون فلو قلت تعتبر مايكرو ولو زادت تعتبر مايكرو بينما الأم سي أتش المينكروباسكولار فوليوم يكون من خمسة وعشرين إلى ثلاثين لو قل عن هذا يعتبر هايبوكروميك ومن ثم عرفنا أسباب أن المايكرو مثل الأيرون ديفيشنسي والثلاثيمية الماكرو بسبب الفيتامين بيتوال ديفيشنسي أو الفوليك أسد ديفيشنسي بينما النورمو تكون لها العديد من الأسباب منها النزيفية بسبب حصول حادث أدى إلى نصف الدم أو البونمرو لا يعمل أبلاستيك أنيمية أو هيمولاتيك تحليلية الهيمولاتيك تصاحب الجندس وهي مهمة جدا هذه المعلومة تتكسر كلية الدم الحمراء كسم بكتيري دروكس مواد كيميائية نقل دم خاطئ الأيرثروبولستاسيس فيتاليس وكذلك هذه الأسباب كانت خارجية أسباب داخلية كالسيكل سيل والجيسيسي بيدي والهيرداتري سفيروسايتلس راجعنا كل الموضوع بدقيقة واحدة الآن يوجد لدينا مسألة نريد أن نحلها على هذه القوانين الواضحة أمامكم مسألة بسيطة جدا وليست كمساءل الرياضيات في الثانوية يقول لك 78 يور أود ميل يعني رجل عمره 78 عاما كومبلاينز يشتكي من فتيج فتيج يعني إعياء و ديزنية وكذلك سيفير ويكنس ديزنية وكذلك سيفير ويكنس الديزنية هي صعوبة في التنفس والسيفير ويكنس أي ضعف عام شديد في تحليل الدم الابلود أناليسيز أظهر أن عرض كريات الدم الحمراء 3.5 مليون والهيماتوكريتس أي نسبتها إلى الدم 28.5% الهيموغلوبين كمية الهيموغلوبين كانت 7.2 جرام برديسي ليتر وتم تشخيصه على أنه أنيميك يعني مريض يعاني من فقر أنيميا يقول لك احسب المين كربسكولر فوليوم نحن نعرف أن المين كربسكولر فوليوم في القانون كان يساوي الهيماتوكريت فوليوم على عدد الاربي سيز فنقوم نكتب الهيماتوكريت فوليوم على عدد الاربي سيز طبعا مضروما في عشرة ونكتب الأرقام هذه التي لدينا كما تلاحظون ومن ثم نضرب في عشرة يخرج الناتج لدينا 64.3 يونت تكعيب النسبة الطبيعية كانت يعني هذا حجم هذا حجم من كربسكولر فوليوم حجم كورية الدم الطبيعية كان يساوي ماذا من 80 إلى 95 فماذا برأيكم هل هذه مايكرو سيتك أو ماكرو سيتك بالطبع هي مايكرو فهي 64 أي أقل من 80 فهي مايكرو سيتك هذه أول معلومة نكتبها عندنا مايكرو المعلومة الثانية المين كربسكولر هيموغلوب قلنا أن المين كربسكولر هيموغلوب القانون الخاص به هو كمية الهيموغلوب أو الهيموغلوب على الار بي سي فنكتب الهيموغلوب على الار بي سي ونضرب في 10 هذه الأرقام كما تلاحظون يخرج لنا ناتج 20.6 بيكو وهذه ليست طبيعية فالنسبة الطبيعية كانت من 25 وحتى 32 بيكو فبالتالي كمية الهيموغلوب قليلة إذن ماذا نقول نقول هايبو هايبوكروميك جيد عندما يسألنا يقول المريض يعاني من ما هو نوع الأنيمية نوع الأنيمية قلنا مايكرو سيتيك لأن حجمها أقل من 80 و هايبوكروميك لأنها قليلة الصبقة الصبقة أقل من 25 عشرين فبالتالي نكتب مايكروسيتيك هايبوكروميك كما قلنا قبل قليل أوكزاليت جيد أيضا أسباب أخرى لربما يكون لديه كورونيك بلودلوس أدى إلى نقص الآيرون نلاحظ في المنسز الهي منسز أي المنسرال سايكل التي تكون شديدة الدورة الشهرية عندما تكون شديدة في المرأة تخسر الكثير من الآيرون أثناء النزية فهذا أيضا سبب قد يؤدي إلى قد يؤدي إلى يعني نقص الآيرون فبالتالي آيرون ديفيشنسي أنيمية البايالز أيضا التي هي البواسير وهي شرحناها في حلقة سابقة قلنا نعود إلى الصورة قليلا في الصورة قلنا أن هذه الشرايين عندما أو هاي الأورد عندما تتكسر يؤدي إلى النزف وخسران كمية كبيرة من الآيرون ممكن أن تقول له أيضا الأنكلوستوماسز الأنكلوستوما يعني سبب برزايت ممكن أن تقول له جميع هذه أسباب قد تؤدي إلى نقص الآيرون أيضا زيادة 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 احتياج مثل على سبيل المثال الأطفال عندما ينمون يحتاجون كمية كبيرة من الآيرون أيضا البرغنانسي أثناء الولادة يحتاج إلى كمية كبيرة هذه أيضا بعض الأسباب التي قد تدخلها في الجواب إذن هذا كان بالنسبة للكيس كل ما في الأمر أن تحفظ القوانين وتستطيع استخدامها وتمشي على هذا المايند ماب الواضح أمامك سوف يوضح لك كل شيء الأسباب موجودة عندك القوانين موجودة عندك الأرقام والنسب جميعها موجودة عندك هذا كان بالنسبة لأسباب الأنيمية وتعريفها يوجد لدينا بعض أنواع الأنيمية والتي تكون عادة أو جميع هذه الواضحة أمامكم تكون وراثية جيد فخل الجيني أدى إلى خل الوضيف وأدى إلى حصول أنيمية سوف نشرحها لكن قبلها لنتكلم قليلا عن البولي سايف بولي أي عديد بولي بمعنى عديد وسايف بمعنى الخلية إيمية بمعنى الدم أي عديد خلايا الدم تصبح كمية خلايا الدم بجميع أنواعها كثيرة فبالتالي يؤدي ذلك إلى ماذا يؤدي ذلك إلى حالة تسمى بالبولي سايف إذن البولي سايف ما هو تعريفها من 6 إلى 8 مليون تخيل العدد من 6 إلى 8 مليون الطبيعي في الميل هو 5.2 فيصبح عدد كبير جدا من خلايا الدم طبعا يوجد نوعان النوع الأول هو النوع الأساسي والنوع الثاني هو الساكندري الساكندري يكون نتيجة لحدود حدث معين أما يكون فيزيولوجي أو يكون باثولوجي الفيزيولوجي طبعا هو الهايبوكسية جيد الهايبوكسية أو نقص الأكسوجين هايبو نقص وأكسية الأكسوجين فالهايبوكسية قد تحدث في مرض اللنغ أو الرئة وقد يحدث في المرتفعات العالية كما قلنا في حلقات البداية قلنا أن ارتفاع أكثر 500 متر يعتبر 2500 متر يعتبر ويؤدي إلى نقص ضغط الأكسوجين في الجوفة بالتالي حدوث هايبوكسية فيقوب الجسم بعمل ويزيد أدد كريات الدم الحمراء في الجسم وتصبح تحدث البوليسايثيميا هذا الثانوية لكن الأساسية البرايمري تسمى بوليسايثيميا فيرا وهذا يكون بسبب حجوث مرض في البونمر وفي نخاع العظم ولذلك نلاحظ مصاحبة زيادة أدد كريات الدم الحمراء تصاحبها البيضاء وتصاحبها البلايتلتس لأن النخاع العظم هو المسؤول عن تقوينها فنلاحظ هنا في هذه الصورة كما تلاحظون هذا شريان أو عادي طبيعي كريات الدم الحمراء طبيعية لكن في البوليسايثيميا انظروا إلى كمية عدد كريات الدم الحمراء وأيضا هناك زيادة في البلايتلتس والدبليو بي سي أو كريات الدم البيضاء جيد طبعا هناك بعض الأعراض قد تصاحب هذا المرض أو بالأكيد هي تصاحب هذا المرض البوليسايثيميا منها أحمرار الوجه red face وتضخم السبلين لأن السبلين له علاقة مباشرة مع كريات الدم وتضخم السبلين يعني سبلين أو enlarged سبلين أيضا حدوث نزيف يعني نزيف يزيد عدد النزيف الذي يحدث frequency of epistexis نسيف الآن وأيضا itching skin يحدث هناك حكة في الجلد فهذه جميعها أسباب قد تكون مصاحبة للبوليسايثيميا نندقل الآن إلى الأمراض التي تؤدي إلى أنيميا وهي أمراض وراثية يوجد لدينا مجموعة أمراض أولها هو الhereditary spherocytosis ومن اسمه hereditary أي وراثي spherocytosis sphero أي كروي وسيتوسس خلايا فبالتالي هنا كريات الدم الحمراء تتحول إلى كريات كما تلاحظون كروية بالكامل كريات الدم الحمراء هي هي كروية نعم لكنها تكون شكلها byconcave ثنائية تتقعر مقعرة من هنا ومقعرة من هنا فتصبح مثل disk جيد لكن هذه لا تكون كرة كرة بحد ذاتها ويعود السبب في ذلك كما قلنا هو سبب جيني حدوث خلل في الجين أدى على تكوين بروتينات بروتينات الغشاء لخلايا الدم الحمراء يصبح فيها خلل فبما أن السايتوسكيلتون أو هيكل الخلية المتكون من البروتينات التي تتحكم فيه حدث خلل فبالتالي يتحور شكلها إلى هذا الشكل المشوه سهل التفجر وسهل الإنكسار لذلك عندما نتكلم عن هردتري سفير سادي أولا تعريفه هو عبارة عن هردت بلوت ديس اي انه عبارة عن خلل في الدم يكون وراثي أسبابه دو تفرات في البروتينات التي تحافظ التي تحافظ على مرونة المبرين يحدث فيها خلل فبالتالي لا يصبح مرينة فبالتالي يتحول فرجايل يعني تصبح هشة بشكل أكثر أكثر من من أكثر من الشكل الطبيعي الذي هو وهو هذا فتكون هشة أكثر منه وتتعرض الانكسار بشكل أكبر جيد النوع الثاني لدينا هو ال جي سكس سي بي دي جي غلوكوز سيكس البي فوسفيت والدي دي هيدروجينيز هذا عبارة عن انزايم أخوان أعزاء فهذا الانزايم طبعا هذه الحالة بشكل عام هي يعني وراثية يعني جسم الإنسان يعني لا يحتوي على كمية كافية من الانزايم المدعو ب جي سي بي دي جيد فالسبب الأساسي هو يعني الغياب الخلقي أو يعني بمعنى ولادي يعني عيب خلقي أبسنس أوف جي سيكس بي دي الذي هو الكلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزايم هذا يؤدي بالتالي بما أنه مشترك في مجموعة عمليات هذه العمليات تتعلق بالناد بي اتش جيد فهو مشترك في أحد الخطوات الأساسية لكلوكوز أوكسيديشن يعني عملية أكسيت الجلوكوز في أحد الباثويز طبعا هذه كلها تأخذ في البايو كيمستري لذلك لا حاجة من تفصيلها نحن فقط نريد معرفة السبب الأساسي هو حصول نقص في هذا الأنزيم والرزالت أو النتيجة النهائية هو الهيريداتري ميثو جلوبينيميا والميثو الجلوبينيا تكلمنا عنها في حلقات سابقة جيد نلاحظ أيضا بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض كما تلاحظون عندما حدث الهيم ميثو جلوبينيا أصبحت كريات الدم الحمراء فرجاير وتكسرت بهذا الشكل تكسر الواضح كما تلاحظون بعض السيبتمز يعني بعض الأعراض قد يعاني من جندس كما تلاحظون صفرة سبلينوم ميقلي تضخم في السبلين Abdominal or Back Bain يعني ألم في الابدومن البطن أو بالظهر واليورن البول يكون Dark Dark يورن الآن لدينا السيكل سال أنيميا أو الأنيميا المنجلية الأنيميا المنجلية هي أن بعض قليات الدم الحمراء أو قليات الدم الحمراء are shaped like سيكل سيكل يعني منجل كالمنجل or crescent مون يعني هلالي كما نلاحظ في هذه الصور الواضحة أمامكم هذا هو المنجل وهذا هو الهلال وهذه هي كرية الدم الحمراء المنجلية فعلا أن شكلها تحول إلى منجلي هذا الطبيعي وهذا المرض المنجلي طبعا يعاني المريض الذي يعاني من فتيج إعياء وكذلك يعاني من مؤلمة وشوال منتفخة تكون يداه وقدماه منتفختان ومؤلمتان في نفس الوقت جيد يعني هذا الكرسترستيك المميزة الخاصة به طبعا هنا المشكلة الأساسية في الساكل سي الأنيمية أن الهيموغلوبين الطبيعي تحول إلى HBS وهو هيموغلوبين يكون فيه ضغط الأكسوجين في كريسة دم الحمراء غير طبيعي ومما يؤدي إلى تحول شكلها إلى هذا الشكل إذا الحدوث طفرة جينية في جيني الخاص بالهيموغلوبين أدى إلى تحول الهيموغلوبين إلى HBS جيد تحول إلى Abnormal يعني غير طبيعي هذا بالتالي أدى إلى تحول كريسة دم الحمراء إلى هذا الشكل وهو المنجلي وطبعا هذه تكون متنحية كما نلاحظ هنا الهيموغلوبين participate inside RBCs at low oxygen tension يعني في كمية في ضغط الأكسوجين القليل هناك في الهيموغلوبين مشكلة فبالتالي ماذا يكون يحدث لدينا الساكل shape أو الشكل المنجلي جيد هذا بالنسبة للساكل سال أنيمية آخر ما لدينا هو الثلاث سايسيمية الثلاث سايسيمية الثلاث سايسيمية أخواني أعزاء body doesn't make enough protein الذي هو الهيموغلوبين الجسم غير قادر على تكون كمية كافية من الهيموغلوبين فبالتالي نقول أن السبب الأساسي هو decrease نقص or absent أو غياب كامل للألفة والبتا chains of heemoglobin نحن عرفتنا الهيموغلوبين في حلقة سابقة يتكون من ألفة وبيتا جنس فحصول غياب لها أو نقص فيها يؤدي إلى تكوين أنيمية تسمى بالثلاث سايسيمية والهيمولاتيك أنيمية أو النتيجة النهائية التي تحدث بالثلاث سايسيمية هو الهيمولاتيك أنيمية يتم تكسير كلها دم الحمراء مما يؤدي إلى مايكروستيك هايبوكروميك أنيمية ونحن وضعنا هذا السبب من أحد الأسباب وهو الثلاث سايسيمية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى المايكروستيك هايبوكروميك أنيمية وهنا لك طبعا كما تلاحظون الشكل يتحول إلى هذا الشكل الغريب جدا خلايا دم حمراء ومتشوي هذا الشكل هناك موضوع وهو الثلاث سايسيمية فايشز أو فيسز وهو أن الوجوه الخاصة بالمرضى الذين يعانون من الثلاث سايسيمية يكون بهذا الشكل شكل يعني واضح كارستريستيك الشخص عندما ينظر إليه يعرف هذا المريض طبعا هو المرض بشكل عام نادر جدا جيد فكما نلاحظ بهذا الشكل يكون الحجم الرئيس أصغر الجو أو الفك غير متطور الأنف صغير ومرتفع الشفة العلوية صغيرة هذه كلها صفات تكون في المرضى من هذا المرضى جيد فبالتالي إخوان البولي سايسيمية زيادة عدد كريات دم الحمراء وكذلك باقي أنواع الخلايا الدم جميعها هي أمراض تؤدي إلى أنيميا أو فقر دم لدينا سؤالان على المحاضرة اليوم الأول يقول حدوث مشكلة في البون مرو تؤدي إلى حدوث نقص في جميع أنواع الخلايا وهذا يسمى بأبلاستيك أنيميا أبلاستيك أنيميا تقيار واضح لكن كمصطلحات طبية اليوكو أي بيضاء وبينية نقص حدوث ثرومبوسايد يعني الخلايا الصفائح الدموية بنية نقص فبالتالي نقص خلايا الصفائح الدموية كمصطلحات طبية نستفاد من هذا شكرا لك نكمل أباشنط هايماتوكريت 30% جيد 30% والأربيسيز عددها 4 مليون والهيموغلوبين كونتنت يساوي 9.5 جرام برديسيليتر والتريتد بي أولا نريد أن نحسب المسي في نريد أن نعرفه المسي في ومن ثم نعرف المسي اتش وبعدها على هذا الأساس سوف نختار ماذا نعطيه لأننا بالبداية نجب أن نعرف ما هو نوع الانيمي الذي يعاني منها هذا الشخص فالمسي في أو المين كوربسكولار الفوليوم كان يساوي باكسل فوليوم وهو كان 30% على 4 ضرب 10% وطبعا الناتج يخرج 75% 75% لو نعود إلى أدلق أرقام الخاصة بنا من 80% إلى 95% يقول طبعا يوني التكعيب فبالتالي بما أن هذه النسبة أقل هو يحتوي على مايكرو سيتيك مايكرو سيتيك أنيمي نرى المسي اتش سوف نلقع هيموغلوبين كونتين 9.5 ونضع الاربي سيز كانت هو أربعة ونضرب في عشرة سوف تخرج النسبة بما يعادل 23 تقريبا 23.5 أعتقد بالمية فهذا طبعا بيكو جرام هذا أيضا أقل من الطبيعي فالأقل كان من 25 وحتى 32 فبالتالي هو هايبوكروميك هايبو كمية هيموغلوبين قليلة هايبوكروميك فالأنيمي هي مايكرو سيتيك هايبوكروميك أنيميا أشهر سبب يسبب بالمايكرو سيتيك هايبوكروميك أنيميا هو نقص الحديث الأيرون ديفيشنسي فبالتالي سوف نقول أنه يعاني من أيرون ديفيشنسي ونعطيه أورال أيرون سابليمنت أي تغذية أيرون عن طريق الفهم فبالتالي أعزائي المتابعين انتهينا من حلقة اليوم أتمنى أن تكون عجبتكم وكانت سهلة جدا هذه الحلقة الحمد لله الملزمة كالعادة تجدونها في قناة التليجرام شكرا لكم على حسن المتابعة ودعا لننتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر